دشن سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء المحكمة النموذجية المتنقلة وهي الأولى من نوعها في العالم وأكد سموه أن هذه المبادرة تأتي في إطار تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ خليف بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله في مواصلة الارتقاء بأبوظبي لتصبح واحدة من أفضل خمس عواصم في العالم والالتزام بتوجيهات الفريق هو السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد العلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي بتقديم خدمات حكومية متميزة وعالمية المستوى بما يحقق رفاهية المواطن ويوفر الوقت والجهد والنفقات وقام سموه بتفاقد الحافلة التي تضم المحكمة النموذجية المتنقلة وتعرف على أقسامها والخدمات التي توفرها وأشاد بالجهود التي تفذلها دائرة القضاء في أبوظبي بما يساهم في استقرار المجتمع والحد من اللجوء إلى القضاء من خلال نشر الوعي القانوني التي ترسم حدود واضحة للتعاملات في نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية كافة وثمون سموه مبادرة الدائرة في نقل خدماتها العدلية والقضائية إلى المتعاملين في مكان وجودهم والتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وفق أرقى المعايير العالمية فكرة المحكمة المتنقلة جاءت بالواقع من سمو رئيس الدائرة الشيخ منصور بن زايد آل الهيان حيث وجه سموه من خلال زيارته الأخيرة لمعرض توعية بنشر الثقافة القانونية عبر وسائل مبتكرة ولا نكتفي فقط عبر نشر الثقافة عبر المؤتمرات أو المعارض فكان هذا الباصل المحكمة النموذجية المتنقلة حافلة ركاب بطابقين ومن المقرر أن تسير في طرقات إمارة أبوظبي وتزور المدارس والجامعات والتجمعات السكانية لتحمل على سكان الإمارة أهم المعلومات التي تصب في رفع مستوى ثقافتهم القانونية ويضم الطابق الأول من الحافلة قسما لكاتب العدل ومكتب إنجاز الذي يقدم خدمة تسليم صور الأحكام والمستندات لكافة محاكم الإمارة بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن الإجراءات كافة ومكتب لتقديم خدمات النيابة ومكتب المساعدات القانونية وغيرها من الخدمات وتم تصميم الطابق الثاني من الحافلة بحيث يماثل هيئة قاعة المحكمة إضافة إلى قاعة تضم ثلاث شاشات لعرض الأفلام التوعوية والأفلام الأخرى طبعا الخدمات جلها تعتمد على استخدام المتلقي يوزر نيم وفاشورد خاص للاطلاع على كافة القضايا بمعنى أن المشتفيدين من الخدمة سواء كانوا جمهور عادي أو جمهور متخصص كالمحامين أو كل خبراء وإمكانهم الدخول على القضية في مجال اختصاصهم بحيث أصبح عندهم ملف إلكتروني كامل هي مركز لإجراء المعاملات حيث ترتبط بشبكة الدائرة الإلكترونية ويمكنها الانتقال إلى أماكن تجمعات السكانية في حالات القضية